علوم الصف الرابع الابتدائي حل أسئلة اختفال نفسك وتدريبات الدرس الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عن مفهوم الثاني تغير مظاهر سطح الأرض صفحة 144 ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الإبارات الأتية واحد يمكن أن تؤدي المياه إلى تفتيت الصخور اثنين تساهم عمالية الترصيب في تكوين الأخديد الأخديد تكون ديجيتمين التجوية والتعرية تدريبات على الدرس الأول صفحة 148 رقم واحد ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الإبارات الأتية واحد تتشابه جميع الأخديد من حيث اللون والخطأ تختلف أعضل لون أحمر لون بني أسود اثنين تتغير مظاهر السطح عندما تتعرض الصخور لعوامل التعرية والتجوية والترصيب على الترتيب التجوية والتعرية والترصيب ثلاثة من أمسية الأخديد الأخدود الصغير الذي يقع في الأردن في تايلند أربعة تتشابه الأخديد في أنها تتكون بفعل المياه عبارة صحيحة اثنين اختر الإجابة الصحيح واحد يدل وجود نقطة على تكون الأخدود نتيجة مجرى مائي السخور الرمال النباتات صح النباتات تحتاج المياه اثنين كل مما يلي من عوامل تكوين الأخديد ما عدا الجليد مياه الأنهار الرياح الإنسان صح ما عدا الإنسان ثلاثة الصخور المتفتتة بفعل المياه تنتقل من مكان آخر بفعل عملية التجوية التعرية صح أربعة بعض الأخديد يغلب عليها اللون الأسود والبني مثل خدود وادي رم بأحمر خدود وادي نخر يقع فين صح في عمان ثلاثة أكمل مما بين الكوسين واحد تستورق تكوين الأخديد عجلة أيام ملايين السنين ملايين السنين اثنين بعض الأخديد على شكل حرف V مثل أخدود وادي رم نخر صح ودي رم بالأولد ثلاثة يزداد تأكل الصخور عند نقطة كمية الأمطار المتسقطة نقص أم زيادة صح زيادة أربعة تضفق المجاري المائية فوق أرض مسطحة الفترات طويلة يتسبب في تكون التلال الأخديد الأخديد أربعة قام شخص ببناء منزل بجوار أحد الأنهار وبعد فترة حدث تغير في مصار النهر لاحظ الصورة ثم أكبر مما بين الكوسين واحد تعرض المنزل للانهيار بسبب عملية الترصيب أم التعريح التعريح اتنين تزداد احتمالية انهيار المنازل على دفاف النهر عند نقطة مصار النهر ثبات أم تغير صح تغير ثلاثة يمكن التنبؤ بتغير مصار النهر من خلال ملاحظة أنماط عملتي التعريح ونقطة على دفاف النهر الترصيب أم الرطوبة في الترصيب صفحة مية اتنين وخمسين كتابل نفسك أكمل مما بين الكوسين واحد تعرف الأرض المنخفضة بين جبلين بي الوادي أم الدلتة صح الوادي اتنين جدران الأخدود نقط الانحضار شديدة أو قليلة صح شديدة الانحضار كتابل نفسك صفحة مية اتنين وخمسين رقم ألف لاحظ الخريطة المقابلة التي توضح نهرا نتدفق عبر بحيرة إلى المحيط ثم حد أي الأماكن ألف با جيم ديل تعتقد أن الدلتة ستتكون فيها صح رقم با وديل يبقى با وديل با ضاع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتية واحد تتكون الدلتة بفعل عوامل التعارية والتجوية والخطأ الترسيد اتنين تتكون الدلتة عند إلتقاء جدوى المائي بمحيرة مبارة صحيح أو بحر أو محيط جيم أكمل مما بين الكوسين واحد تتميز أراضي الدلتة بخصوبتها لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الطامي أو السخور الطامي اتنين يعتبر تكون دلتة نهر النيل أحد المظاهر التي تمثل عملية الترسيب أم التعارية للترسيب دال لاحظ الشكلين المقابلين سمت واحد تكون الدلتة بالفعل في الشكل واحد أم اتنين صح في الشكل اتنين اتنين عند جفاف ماء النهر يمكن أن يتكون واد عميق يعرف بي صح الأخدود ثلاثة ينتج الأخدود عن عملية نقاط التي يكون بها ماء النهر بينما تنتج الدلتة عن عملية نقاط صح عملية التعارية والدلتة عملية مين الترسيب تدريبات على الدرسين الثاني والثالث كما واحد ضع علامة صح أو علامة خطأ أمامها العبارات الأتية واحد تتميز الأخديد بالجدران المنخفضة شديد لحداث برا خطأ نين يمكن أن تؤدي الأنهار سريعة الجريان إلى التعارية عبارة صحيح ثلاثة تتكون جدران الأخدود من طبقات صخرية متعددة من الرواسط عبارة صحيح أربعة تعرف القطع الصغيرة جدا من الرمل أو الطين أو المواد الصخرية التي كونت الدلتة بالطامي عبارة صحيح ثلاثة اختر الإجابة صحيح واحد جميع ما يلي من العوامل الرئيسية التي لها تأثير مباشر في تكوين الوادي ما عدا؟ سورة النهر نوع السخور منبع النهر عمر النهر منبع النهر رقمجي ثلاثة تحول مياه مجرى مائي صغير إلى مظهر طيني بعد أنطار غزيرة دليل على عملية التجوية التعرية صحيح رقم باء التعرية ثلاثة تتشكل جدران الأخديد بوسطة الأنهار تراكم السخور الترصيب عيد الإنسان الأنهار رقم ألف أربعة كل مما يلي يعتبر من خصائص دلتة نهر النهر معادة أنها أرض غير خزبة واسعة رطبة مسلس الشكل صحيح رقم ألف غير خزبة ثلاثة أكمل مما بين القوسين واحد تحيط جوانب نقط بسهل مسطح واسع الكسبان الرملية الوادي صحيح الوادي ثلاثة تتكون الويديان والأخديد بسرعة أكبر في السخور نقط سلابة الأقل الأكبر صحيح الأقل ثلاثة تعتبر نقط نوعا خاصا من الويديان الكسبان الرملية الأخديد الأخديد أربعة ترجع خصوبة أرض الدلتة إلى تواجد كميات كبيرة من المياه من الطامي أربعة اكتب المستحل العلمي لكل من واحد منطقة منخفضة بين جبلين جوانبها قليلة الانحضار صحيح الوادي ثلاثة ثلاثة وادي عميق تكون نتيجة تطفق الماء في مكان ماء لفترة زمنية طويلة صحيح الاخضوط خمسة لاحظ الشكل الذي أمامك والذي يمثل أحد الأودية ثم اختر واحد تكون هذا الوادي بفعل حركة ماء النهر أم البحر صحيح النهر اتنين جوانب الوادي تكون نقطة الانحضار قليلة أم شديدة طبعا قليلة الاخضوط هي لا شديد ثلاثة تضفك خلال الوادي جداول مائية من أكثر نقاطه ارتفاعا انخفاضا انخفاضا اختب النفسك رقم ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتية واحد تتكون الكسبان الرملية بفعل عمليتي التعرية والترصيب معا يا برا صحيح اتنين تكون الكسبان الرملية يدل على أنه حدث لها عملية تعرية في مكانها عملية ترصيب ثلاثة تنحت الرمال السخور بفعل الرياح يا برا صحيح باء أكمل مما بين القوسين واحد ثلال من الرمال تكونت بفعل عمليتي الترصيب تسمى الأخديد الكسبان الرملية الكسبان الرملية اتنين من عوامل التعرية التي تساعد في تكوين الكسبان الرملية هي الرياح أم الجاذبية صحيح الرياح حت مية تسعة وخمسين حكم ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتية واحد تؤدي الأنهار إلى تكوين الأودية والدلتة بسرعة كبيرة يا برا خطأ نين تعمل الرمال مع الرياح كقوة مسببة لنحت السخور في الصحراء يا برا صحيح ما أكمل ما يلي واحد تراكم الرواسب التي تحملها المياه تكون نقط تكون الدلتة بينما تراكم الرواسب التي تحملها الرياح تكون الكسبان الرملية اتنين المنطقة المنخفضة بين جبلين وتكون جوانبها أقل انحضارا من الأخدود هي الوادي دربات على الدرسين الرابع والخامس رقم واحد ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتية واحد ليس للرياح أو الرمال دور في إزالة أو تكوين التضاريس يا برا خطأ ولها دور كبيرة نين تعمل الرمال على نحت السخور وتحولها إلى أشكال مختلفة يا برا صحيح ثلاثة يدل لتكون أكوان من الرمال في مكان الماء على حدوث عمالية الترسيب إبارة صحيح أربعة تشابه الأخدود مع الدلتة في الشكل والخطأ اختلف الشكل اتنين اختر الإجابة الصحيح واحد أي مما يلي ليس جزءا من تشكيل الوادي الترسيب الأنهار جداول المياه التجوية صحيح رقم ألف الترسيب اتنين تتكون الكزبان الرملية في السحراء بفعل عامل تعارية هو أمواج البحر الجداول المائية الرياح رقم جيه ثلاثة سقوط الرمال وتركمها فوق بعضها يكون أخديد أو دية أنهارا كزبان الرملية كزبان الرملية رقم دية أربعة نقل الرياح لحبيبات الرمل من مكان الآخر يعتبر تجوية تعارية صحيح ثلاثة أكمل مما بين الكوسين واحد العامل الرئيسي لتكون الأخديد هو حركة مياه البحار الأنهار الأنهار اتنين تكونت الدلتة بفعل عملية التجوية من الترصيب الترصيب ثلاثة تتكون الكزبان الرملية بفعل عمليتين نقاط والترصيب التجوية من التعارية التعارية أربعة تعتبر نقاط من العوامل الأساسية التي تغير مظهر السطح الرياح أم الضوء الرياح أربعة أكتب المستهل العلمي لكل من واحد تلال من الرمال المتكونة بفعل الرياح الكزبان الرملية كزبان الرملية اتنين أراض واسعة رتبة تكونت من الرواسط الدلتة خمس لاحظ الشكل الذي أمامك سماجة واحد الشكل الذي أمامك يمثل دلتة أم هدودا دلتة اتنين تكون هذا المظهر السطحي متجية عملية الترصيب متجوية الترصيب تلاتة أكتب مثالا على تدريس أخرى تكونت بنفس الطريقة الكزبان الرملية الرملية